هي مغامرة كبيرة ومرحلة جديدة وخطيرة من التنافس الدولي أكثر من 175 ألف من قوات الجيش الروسي يحتشدون قرب الحدود مع أوكرانيا وسط أنباء تؤكدها دول غربية عن غزو روسي وشيك للدولة الأوكرانية مجلة The Atlantic الأمريكية نشرت تحليلاً للموقف المشتبك بين روسيا وأوكرانيا مشيرة إلى أن الحشود العسكرية الروسية على طول حدودها مع أوكرانيا تؤشر إلى قرب الدخول في مرحلة بالغة الخطورة من التنافس الدولي وبحسب المجلة الأمريكية لا أحد يعرف تماماً سبب اختيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه اللحظة بالتحديد لملاحقة أوكرانيا فليس في أفق الماضي القريب ما يبرر الغزو الروسي المتوقع وإن كان أحد التفسيرات يرجح أن روسيا تستخدم التهديد بالغزو لفرض مناقشة حقيقية حول تنفيذ اتفاقيات منسك ومستقبل الأمن الأوروبي وأنها ستبقي قواتها كآدات ضغط إذا تعثرت المحادثات لكن الاحتمال الأكثر قتامة لا يزال قائماً لسيما أن بوتين سبق منذ عدة أشهر أن قال إن روسيا وأوكرانيا يشكلان شعباً واحداً وإن السيادة الحقيقية لأوكرانيا ممكنة فقط بالشراكة مع روسيا الأمر الذي من الممكن أن يكون دافعاً للرجل نحو اتخاذ إجراء حاسم يمنع أوكرانيا من الابتعاد أكثر عن روسيا ويزيل التهديد المباشر للحدود الجنوبية الغربية لروسيا غير أن ثم تحتمالاً ثالثاً بحسب المجلة الأمريكية قد يصبح ممكناً إذا لم تهزم روسيا القوات الأوكرانية بسرعة وطال أمد الصراع مع تدفق المساعدة العسكرية الغربية على أوكرانيا الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ويؤجج الرأي العام الأوكراني نحو حركة مقاومة شعبية ربما تمثل استنزافاً قوياً للقدرات الروسية ويخلص تحليل The Atlantic إلى القول إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيسعون في الأسابيع المقبلة إلى أن تقوم القوى الدولية التي تحتفظ بعلاقات قوية مع روسيا بممارسة الضغوط المتاحة لثني موسكو عن المضي قدماً في خطط الغزو ترجمة نانسي قنقر